درس التالي هو كثيرات الحدود وما هي كثيرة الحدود؟ كثيرة الحدود هي وحيدة حد أو أكثر أي أكثر من وحيدة حد بينهما جمع أو طرح ونأخذ أمثلة هل هذه كثيرة الحدود؟ حتى نحكم عليها يجب أن نتحقق هل كل حد فيها هنا هو وحيدة حد أم لا؟ مثلاً هذا الحد هل هو وحيدة حد؟ نعم وحيدة حد لأنه عدد مضروب في متغير المتغير مرفوع لأس صحيح وهو الوحد ماذا عن هذا الحد؟ عدد مضروب في متغيرين المتغيران أسسهما صحيحة إذن هذه وحيدة حد وهذه وحيدة حد إذن نقول عن هذه كثيرة حدود ولأن لدي حدين هنا فأقول ثنائية حد هي كثيرة حدود نوعها ثنائية حد ماذا عن هذه؟ أتحقق هل هذا الحد هو وحيدة حد؟ انظر لدي أس بالسالم إذن هذه ليست وحيدة حد إذن هذه ليست كثيرة حدود قل ليست كثيرة حدود ماذا عن هذه الأعداد الحقيقية؟ هذه وحيدة حد لأنها عدد ثابت عدد حقيقي وهذه وحيدة حد أيضا عدد ثابت إذن نقول هما كثيرة حدود وما نوعها؟ لأن هذا حد وحيد وهذا حد وحيد إذن نقول وحيدة حد وماذا عن درجة وحيدة الحد؟ نعرف درجة وحيدة الحد من مجموع درجات المتغير نأخذ أمثلة مثلا وحيدة الحد هذه ما درجتها؟ ننظر إلى المتغير درجة المتغير هنا ثلاثة يوجد درجة متغير واحد درجة ثلاثة إذن درجة وحيدة الحد هذه الدرجة الثالث ماذا عن وحيدة الحد هذه؟ هنا لدي متغيرين إذن نجمع أسس هذه المتغيرين هذا الأس خمسة وهنا الأس واحد إذا لم يكن هناك أس إذن هذا أس واحد خمسة زايد واحد إذن هذه الدرجة السادسة وماذا عن الحد الثابت مثلا سبعة هنا أنظر لا يوجد متغير أو كأن المتغير أو كأن هذا الحد الثابت مضروب في متغير مثلا ألف مرفوع للأس صفر لأنني أعرف ألف أس صفر بواحد وواحد في سبعة بسبعة إذن كأنه يوجد لدي هنا متغير مرفوع للأس صفر إذن درجة الثابت هذا صفر أي عددين ثابت درجته صفر أما درجة كثيرة الحدود فنأخذ أكبر درجة لوحيدات الحد نأخذ أمثلة مثلاً كثيرة الحدود هذه ما درجة كثيرة الحدود هذه ننظر إلى كل وحيدة حد مثلاً هذا الحد درجته الثالث وهذا الحد ننظر إلى المتغيرات نجمع أسس المتغيرات خمسة زايد واحد بست إذن هذه الدرجة الثالثة وهذه السادسة وهذا عدد ثابت درجته صفر ما الدرجة الأكبر هي الدرجة السادسة كثيرة الحدود هذه الدرجتها السادسة نأخذ كثيرة حدود أخرى ننظر إلى كل وحيدة حد هنا درجة أولى والدرجة الأولى نجمعهم إثنين هنا الدرجة الأولى والدرجة الثالثة هذه الدرجة الرابعة هنا رضا ثابت درجته صفر إذن الدرجة الأكبر هي الدرجة السابعة إذن درجة كثيرة الحدود هذه هي الدرجة السابعة آخر مفهوم في هذا الدرس هو الصورة القياسية لكثيرات الحدود ولكي نكتب كثيرة الحدود بالصورة القياسية نرتب الحدود ترتيب تنازلي حسب درجتها ولنأخذ كمثال كثيرة الحدود هذه أريد أن أضعها في الصورة القياسية إذن يجب أن أبدأ بالحد بالدرجة الأكبر هذا الحد درجته واحد وهذا درجته صفر وهذا أربعة وهذا ثلاثة إذن أبدأ بالدرجة الرابعة إذن هذا الحد أضعه في البداية بعد الدرجة الرابعة لديه الدرجة الثالثة بعد الدرجة الثالثة درجة الثانية لا يوجد الدرجة الثانية لديه الدرجة الأولى ثم الدرجة صفر أي الحد الثابت وهذه هي الصور القياسية جمع كثيرات الحدود وطرحها في جمع كثيرات الحدود نجمع الحدود المتشابهة أفضل طريقة لتعلم جمع كثيرات الحدود هو أن نحله مثالا هنا لدي كثيرتها حدود أريد أن أجمعهما إذن هذه ستساوي نجمع الحدود المتشابهة وما هي الحدود المتشابهة؟ هي لديها نفس المتغير بنفس الدرجة هنا مثلا 2 سين تربية وهنا سالب 4 سين تربية سين تربية هذان حدان متشابهان نضعهما جانبي بعض هنا نأخذ الحد بالإشارة سالب 4 سين تربية بعد ذلك لدي هذا الحد سين أس واحد ويوجد لدي حد مشابه هنا سين أس واحد إذن نأخذ هذا الحد نجمعه مع هذا الحد بعد ذلك لدي هذا العدد الثابت وهو سالب 7 أجمعه مع الثلاث وضعنا الحدود المتشابهة بجانب بعض الآن نجري عملية الجمع نضع المتغير بنفس الأس سين تربية ونجمع المعاملات اثنان ناقص أربعة بناقص اثنين ثم زائد هنا أيضا المتغير سين أس واحد نضع المتغير ثم نجمع المعاملات خمسة زائد ستة بأحد عشر هنا نجمع الحدود الثابدة سالب 7 زائد 4 تساوي سالب 4 وبهذا انتهت عملية الجمع ونأخذ مثال آخر هذا كان المثال الأول فنأخذ مثال آخر هنا أيضا لدي كثيرة حدود مجموعة مع كثيرة حدود أيضا سنبحث عن الحدود المتشابهة ونضعها سويا هنا لدي صاد أس واحد وهنا أيضا لدي صاد أس واحد وهنا لدي أيضا صاد أس ثلاثة إذن صاد أس ثلاثة مجموعة عليها اثنان صاد أس ثلاثة وهنا لا يوجد لدي صاد أس اثنين وهنا يوجد لدي صاد أس اثنين إذن أضعه هذا الحد ثم بعد ذلك الحدود الثابتة السالب 5 أجمع عليها السالب 5 وهنا موجب 8 هنا انظر الدرجة الأولى درجة الثالثة درجة الثانية ثم الدرجة صفر فنضعها بالصورة القياسية فلنبدأ بدرجة الثالثة نجمع هذين الحدين صاد أس ثلاثة وصاد أس ثلاثة نضع صاد أس ثلاثة ثم نجمع المعاملات هنا واحد وهنا اثنين الناتج ثلاثة تهينا من الدرجة الثالثة نأتي للدرجة الثانية لدينا حد واحد فقط نضعه كما هو نذهب للدرجة الأولى هنا صاد وهنا صاد نضع صاد ثم ثلاثة وسالب أربعة حاصل الجمع سالب واحد إذن حاصل الجمع سالب واحد هنا نستطيع ضرب الموجب في السالب فيصبح سالب ولا يجب أن أكتب الواحد إذن ستصبح هنا سالب صاد إذا لم أضع المعامل أعرف أن المعامل هنا واحد إذن انتهيت من الدرجة الأولى والدرجة الثالثة والدرجة الثانية أضع الثابت سالب خمسة وموجب ثمانية سيصبح موجب ثلاث وهذا هو الناتج النهاء فننظر الآن إلى عملية طرح كثيرات الحدود أي عملية مشابهة لعملية الجم ولنشرحها بمثال هنا لدي كثيرة حدود مطروح منها كثيرة حدود ثانية تذكر أن عملية الطرح هي عملية جمع النظير الجمعي فهنا سنضع كثيرة الحدود هذه كما هي وعملية الطرح هذه سنحولها إلى جمع النظير الجمعي فبالتالي الطرح سيتحول إلى جمع ونعكس إشارة كل حد من هذه الحدود فموجب ثلاثة كاف تربيع ستصبح سالب ثلاثة كاف تربيع موجب اثنين ستصبح سالب اثنين سالب تسعة كاف ستصبح موجب تسعة كاف حملنا عملية الطرح إلى عملية جمع الآن نطبق عملية الجمع كما تعلمنا هنا تماما فنجمع المتشابه لدي هنا سبعة كاف وهنا تسعة كاف نضعها سويا سبعة كاف زائد تسعة كاف أربعة كاف وس ثلاثة لا يوجد لدي كاف وس ثلاثة إذن أضعها ثم لدي كاف وس ثلاثة إذن أضعها أيضا لوحدها ثم أضع الثابت هنا سالب ثمانية وهنا سالب اثنين الآن سأضعها في الصورة القياسية أي الدرجة الأكبر في الأول هذه الدرجة الأولى هذه الدرجة الثالثة هي أكبر درجة أضعها في البداية ثم الدرجة الثانية هذه هي ثم الدرجة الأولى سأضع الكاف وأجمع المعاملات سبعة زائد تسعة بستة عشر ثم هنا سالب ثمانية وسالب اثنين سأصبح الناتج سالب عشر إذن في الطرح نحول الطرحة إلى جمع النظير ونعكس إشارات كل الحدود ثم تصبح عملية جمع كما رأينا هنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر